السلام عليكم إخواني أخوتي في درس وحلقة جديدة اليوم على قناتكم ديزا تاكا اليوم سوف نشرح طريقة التسجيل في التطبيق الخاص بموقع علي إكشبرس والتسجيل في موقع علي إكشبرس في أجهزة كومبيوتر أيضا لنتابع الشرح إذن من خلال هاتفنا نتوجه إلى بلاي شتور ثم في خانة البحث نكتب علي إكشبرس ثم نضغط على انستول الآن تتم عملية التحميل في الأسفل يمكنك قراءة التعليقات الخاصة بالأشخاص الذين حملوا هذا التطبيق سوف تجد أيضا التطبيقات المشابهة لتطبيق علي إكشبرس المتخصصة في التسويق الإلكتروني أو كما يطلق عليها بالتجارة الإلكترونية مثل تطبيق موقع إيباي وأمازون طريقة التسجيل في التطبيقات الأخرى الخاصة بموقع إيباي وأمازون وغيرها هي نفس الطريقة التي نشرحها الآن بعد الانتهاء من التحميل نضغط على أغلل هذه هي وجهة التطبيق للتسجيل في التطبيق في الأسفل نضغط على كونت ثم في الأعلى نضغط على سو كونكت يمكنك التسجيل مباشرة عن طريق المواقع التواصل الاجتماعي الخاص بك مثل أيقونة الفيسبوك وتويتر وغيرها من المواقع التواصل الاجتماعي الأخرى أو يمكنك التسجيل يدويا عن طريق ملء الإيميل والباسورد ثم ضغط على كرييت أكاونت أنا أتوفر على حساب جيميل لهذا سوف أضغط مباشرة على أيقونة جيميل نحدد الإيميل الخاص بنا ثم نضغط على أوكي التطبيق تلقائيا سوف يظهر لنا المعلومات الخاصة بحسابنا في جيميل ننتظر قليلا حتى يرشل لنا الموقع رسالة التأكيد في جيميل نفتح الرسالة التي وصلتنا في جيميل نذهب إلى الأسفل قليلا ثم نضغط على كونفيرم تمت عملية التأكيد بنجاح الآن أصبح الذين تطبيق علي إكسبرس مفاعل نفتح التطبيق من جديد إذن هذه هي وجهة التطبيق علي إكسبرس لتغيير اللغة نذهب إلى كونت ثم في الأسفل نضغط على برامتر ثم من القائمة التي تظهر لنا نختار Long ثم نذهب إلى الأسفل قليلا ثم نضغط على العربية إذن وهكذا أصبح لدينا الموقع باللغة العربية الآن سوف نقوم بشرح العملية على جهاز الكمبيوتر والتسجيل عن طريق جهاز الكمبيوتر في موقع علي إكسبرس لنتابع نتوجه إلى الموقع Google.com ثم في خانة البحث نكتب علي إكسبرس نقوم مباشرة بالضغط على موقع علي إكسبرس.com هذه هي وجهة الموقع للتسجيل نذهب إلى حسابي ثم إنضم من خلال جهاز الكمبيوتر نستطيع التسجيل أيضا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا بالنقر على هذه الأيقونات في الأسفل إذن سنسجل مباشرة عن طريق الضغط على أيقونة جيميل نقوم بضغط على الجيميل الخاص بنا وهكذا لقد تم التسجيل ببيانات الجيميل الخاصة بنا نذهب أيضا إلى موقع جيميل ثم نضغط مباشرة على رسالة التأكيد التي أرسلها لنا الموقع ثم نضغط على confirm my email address وهكذا لقد تمت عملية التأكيد بنجاح ثم نضغط على علي إكسبرس ثم نذهب إلى حسابي ثم تسجيل الدخول هذا كل ما كان في حلقتنا اليوم لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد